تشهد مدينة بنغازي الجريحة تكدسا غير مسبوق لأكياس القمامة مما تسبب في انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة في شوارع وأزقة المدينة التي تغير فيها كل شيء منذ سيطرة عصابات حفتر عليها عبد الرحمن العبار المغتصب لمنصب عميد بلدية بنغازي لم يقدم شيئا يذكر حتى الآن لمدينة بنغازي غير الهرولة خلف سيده حفتر كما كان يفعل في سالف الزمن مع القذافي بينما تقام المؤتمرات واللقاءات من أجل إعمار مدينة بنغازي التي دمرت الطائرات الفرنسية والإماراتية أهم معالمها التاريخية من جهة أخرى تشهد المدينة موجة من اغتيالات ممنهجة لأتباع مجرم الحرب محمود الورفلي فبعد اغتيال المدعو عجينة اغتيل اليومين الماضيين هاني لبشاري القاطن بمنطقة بوسنيب والتابع للكتيبة خمسين ويعرف عن لبشاري علاقته الحميمية مع محمود الورفلي وحسب ما يرى مراقبون فإن مدينة بنغازي تترقب صراعا مسلحا جديدا بين مناصر الورفلي وأتباع حفتر بعد التصعيد الذي قام به أتباع حفتر من استعراض عسكري بساحة الكيش للكتيبة 106 التي يرأسها صدام حفتر نجل مجرم الحرب وفي سياق متصل قامت مجموعة من جرح عصابات حفتر بإغلاق شارع الجلاء احتجاجا على سوء الخدمات بمستشفى الجلاء هذه مدينة بنغازي بعد سيطرة حكم العسكر عليها تشهد مزيدا من ترد الخدمات وشح السيولة وتسلط أصحاب السوابق والمجرمين على رقاب الناس فهل سيستمر صمت أهل بنغازي على هذا الحال أم أن الصبر قد نفد